موسيقى 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 عمريم بن عياد العمري في المر ما قول قول العمري ينجح بين الاتحاد والمحلة على أرضية ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة رقم خمسة من مرحلة الهياب الأسبوع رقم ستاش من الدوري الليبيل ممتاز لكرة القدم بين فريقي الاتحاد والمحلة والنتيجة بأدف وحيد الواضح على الصور أمامكم عن طريقة أعلي العمري محلة وكابتن الفريق البرتقالي في هذا لقاء رتماليقاء ربما والأجوال المباراة تنخفض في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق الاتحاد ربما يبحث عن الاستحواد عند عمر بالحاج بالحاج كنترول بالحاج مع أكثر من اللاعب يحافظ عليك كوتة عمر يلف في دور الاتحاد على ما يبدو بدون أي تغييرات مدربي الفريقين يدخلون بعض التحويرات على مستوى المراكز نشاهد الآن في هذه الدقائق ومع بداية وانطلاقة الشوط الثاني موجود عبد العاطي العباسي يبحث عن كرة عالية وكرة تعود من جديد لصالح على محلة البحث عن كرة عكسية ولكن الصوعي في التغطية موجود الحربوي على على الحربوي ولكن أكثر ملاعب والاستخلاص كان موجود من الشادي واجلي الماجري ولكن لمس اليد كان موجود في الأقتل الماضي الأولى في يد الشوط الثاني لصالح الفريق البورتقال فريق المحلة عبد الرحمن على حرار يحكي كرة عالية التفوق موجود والكرة خطيرة وضعت الخطف في الإبعاد من أحمد الحراتي والكرة كانت خطيرة لو لا خروج أحمد بن عياد حارس مرمى فريق المحلة وأيضا نمامنا محاولة وتصويب التلف طيسي في هذا الشوط الثاني أيضا صاحب الكرة عبد المنمع كاشي أبرز الأسماء في تشكيل المحلة في هذا اليقاء عكس كرة عظي المصول القيم الثاني خطيرة 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 الكرة الماضية لا تزال الفرصة ثاني حالي تسجيل هذا فتا عدي الصبو والكرة لا تزال خطيرة لصالح المحلة والكرة في مرة أولة وفي مرة تانية وفي مرة تالية تتابل أن تدخل تابل الجزاء الكرة خطيرة لصالح الحراري ولكن الصبو الصبو يستخلصها ومعاد عيسى يمشي بها الكرة خطيرة معاد عيسى سينهي الأمور عيسى ثلاثة على واحد ثلاثة لحارس المرمى معاد 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 في المرمى معاد عيسى يونيا لأمور في انتظار فقط صفرة لتأكيد من حكا ملقاء وينها دقيق هذا الشوط الثاني وديه المباراة كورا عند عبد المنعم عبد المنعم عكا الشهراء كان الصبو الأقرب وبالفعل في هذه اللحظات أصدقائي أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة ليبيا رياضية حكا ملقاء السيد عصام الجهاني يطلق صفرة معلنا عن نهاية أحداث وأجواء الشوط اللقاء الثاني والمباراة باستمرار الصدارة والانتصار لفريق الاتحاد بثنية وقع عليها كولم من علي العمري من علامة الجزاء ومعاد عيسى أمامنا في آخر دقيقة من هذا اللقاء ليؤكد الاتحاد الصدارة والثلاث نقاط إذن هذا كان كل ما لدينا تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل المرافق لي كان معكم محدثكم في رأس الله كلباش دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة